إلى موضوعنا الثاني الذي سنناقشه هذه الليلة وهو تحدي آخر كنا نناقش تحدي الميليشيات المحسوبة على إيران لأمريكا والآن نناقش تحدي حسن نصر الله وحزب الله للدولة اللبنانية فالتدعيات العاصفة التي أطلقها زعيم حزب الله خلال اليومين الماضيين لم تهدأ بعد تحديه الدولة اللبنانية داعيا إلى استراد البنزين من إيران فزعيم حزب الله خاطر مرة جديدة بمصير بلاده على حفة الهوية ملوحا باستعداده لإدخال بواخر إيران لمعاقبته دوليا على مرفأ بيروت لنتذكر ماذا قال نحن حزب الله هنروح على إيران نتفاوض مع الحكومة الإيرانية وهنا قبلانين ونشتري بواخر بنزين لأنه نفط إذا جبنا ما فيه هون يبدلوه بواخر بنزين وبواخر مزوت ونجيبها على مينا بيروت وخلي الدولة اللبنانية تمنع إدخال البنزين والمزوت إلى الشعب اللبناني هذا كان هو التصريح الذي تحدى فيه الدولة اللبنانية بعدها شن العديد من المغردين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان مرشد لبنان تيمنا بمرشد إيران موجهين انتقاءات جمّة إلى نصر الله اشتركوا في القناة في وقت توجه أصابع الاتهام إلى حزب الله حليف إيران الأساسي بتهريب المحروقات المدعومة من قبل الدولة اللبنانية إلى سوريا وهو ما يسبب نقصا حادا في هذه المادة الحيوية في السوق اللبناني أخرج نصر الله من جعبته عرضا نفطيا يصور فيه البنزين الإيراني أنه طوق نجاح للبنانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة غير أن هذا العرض تشبه شوائب عديدة تبدأ بالعواقل القانونية إذ لا يمكن للبنان إجراء تبادل تجاري وإقامة تعاون اقتصادي من هذا النوع في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران أمريكيا ودوليا وبحسب مصدر قانوني مطلع تحدث للحدث نت فإن إعلان نصر الله يورط الدولة اللبنانية في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ولفت إلى أن الدولة اللبنانية فقط هي صاحبة الترخيص لأي عملية شراء لبواخر المحروقات كما اعتبر المصدر أن عرض نصر الله يؤكد أن الدولة اللبنانية فقدت كل مقوماتها السيادية وأن هناك فريقا أقوى وأكثر تنظيما منها هذا ينعكس سوءا على مجمل القطاعات في داخل الدولة اللبنانية خبراء نفطيون أوضحوا أن هناك كميات كبيرة من البنزين الإيراني مخزنة داخل ناقلات نفط في عرض البحر لم يتم بيعها بسبب العقوبات وهذا قلل من جودتها وأثر على تركيبتها الكيميائية بسبب تعرضها للشمس من هنا قد يكون عرض نصر الله للإتيان بهذا النوع من البنزين ذات الجودة السيئة من أجل تسويقه في الداخل اللبناني لافتين إلى أن نصر الله يريد استنسخ النموذج الفنزويلي مع إيران حيث كانت ناقلات النفط الإيرانية تتوجه مباشرة إلى فنزويلا من دون أي عوائق وتبيع حمولتها هناك سياسيا يتهم أصحاب الشأن حزب الله وحليفه العهد ومعادات أصدقائه العرب لمصلحة إيران بأخذ لبنان إلى جهنم وهو تعبير شهير للرئيس عون نستمع قلت أنه طرحت عدة أمور ولم يتم الموافقة عليها إذا ما تم الموافقة على هذا الموضوع نحن لين رايحين طبعا مع جهنم حقيقة كما أن تهريب في لبنان منظم وممنهج وقوى وهناك قوى عديدة على رأسها حزب الله متورط به والشيخ صادق النبولسي المقرب من حزب الله سبق وأكد أن التهريب هو جزء لا يتجزأ من عملية المقاومة والدفاع عن مصالح اللبنانيين وأن من يحاربه يحارب حزب الله سيكون هناك قوى عميزة وعندما يتجزون نعم وعندما يتجزون وعندما يتجزون وعندما يتجزون وعندما يتجزون بشر وعندما يتجزون وزوجة بمهجوم وكافة فريق اشتركوا في القناة